ولا نحن نبتعن انتخابات ولا نازلين سياسة بننصحك انت لا دارين من ذول تعريفة حمراء ولا ملين خدراء نحن دارين منكم تمشوا قداموا وتطيعوا ربنا سبحانه وتعالى لانه الدنيا دي ما دائمة انت بتكتل اخوك هنا لكن ربنا بقابلك هناك تمشوا اين الحزاب الموجودة العلمانية والالحادية والبسموة بغادي يمينية وغيرها كلها سبب في الباطل ده اما السياسيين واصحاب الاحزاب الرخيصة الدنيئة السفيهة الهم الدنيا وهم الكراشي دي والمناصب والاموال وما عندها اي هم لو كتلتوا بعض يا ناس الجبائل او اتطحنتوا او اتفتستوا في الواطة دي والله ما عندهم بيكم اي هم انتوا تموتوا تدمروا تضبعوا بعض اموالكم تذهب اعراضكم نساكم حريمكم كلهم يطيروا بس هو يحكم يا سودانين يا مسلمين لو دارين بلادكم كلها تصلح واحدوا الله اخلوا عبادة القبب والاضرحة والطرق الصوفية دي اكفر بها كلها اخلوها ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الناس متابعة الاحداث العنيفة والاحداث المؤسفة الحاصلة اللي يمضي في ولاية كسلة ومن قبلها في ولاية برسودان وغيرها من مدن وقراء السودان والاحداث يا جماعة من المؤسف جدا انا تحصل من المسلمين وان كان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فنحن ذا ننبه اهلنا واحبابنا في كسلة وفي جميع مدن وقراء السودان وارياف السودان ونذكر بما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام اول نقطة دا نذكر بها حرمة دم المسلم وشدة حرمة ان يقتل المسلم اخاه المسلم قال الله سبحانه وتعالى والآية دي البتأمل ما بيفكر ذاته انه يقتل اخوه المسلم قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما شوفوا الزولة البكتل مسلم او مؤمن متعمد اول حاجة جزاؤ جهنم وجوه نار جهنم خالدا فيها وجهنم دي جماعة عظيمة جدا حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بجهنم او بنار جهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها شوفوا خامت جهنم دي كيف فالبيقتل مؤمن متعمد ربنا قال فجزاؤه جهنم وما كده بس قال الله سبحانه وتعالى خالدا فيها ومش كده بس قال الله جل وعلا وغضب الله عليه وكمان ولعنه وكمان وأعد له عذابا عظيما فهو بتأمل الآيدي فقط تاني ما بيتجرأ ولا بيفكر حتى يقتل أخوه المسلم لا لقبلية او صراعات جهوية ولا لصراعات سياسية حزبية رخيصة دنية ولا لأي سبب من الأسباب ياخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يزال المؤمن في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما وفي رواية لن يزال المؤمن في فصحة من ذنبه ما لم يصب دما حراما يعني دينك ده مهما عملت من الزنوب والمعاصي والآثام التي هي دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى انت عندك فصحة وفرصة في دينك وفي زنبك ذاته ممكن الله يغفر ليك ممكن ممكن انت تتوب تتراجع قال ما لم يصب دما حراما وأيضا صحى الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يصبح اليوم يجمع إبليس ينشر إبليس جنوده فيقول لهم من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج اتأمل في الرواية دي رواية عجيبة يقول إبليس لجنوده الشياطيل من فيكهم يقول لهم من أخذل يعني وقع مسلم في الخزلان في معصيط ربنا يعني اليوم ألبسه التاج أكافو ولبسه التاج قال فيروحون إلى ويعودون إليه فيجيء هذا من الشياطين جنود إبليس فيقول له ما فعلت يقول ما زلت بفلان حتى طلق امرأته فيقول له إبليس وضى الرئيس بتاعهم لم تفعل شيئا يوشك أن يراجع لم تطلق أبرجع قال أنت ما عملت حاجة يا شيطان قال فيجيء ويجيء هذا شيطان التاني فيقول ما فعلت يقول لم أزل بفلان حتى عق والديه وشفوا عقوق الوالدين زنبا عظيم كيف حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا قال العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء شوف جرم عقوق الوالدين فالشيطان دي يقول له ما زلت بفلان لحد ما عق والدينه فيقول له لم تفعل شيئا يوشك أن يبرهما فيجيء الثالث فيقول ما زلت بفلان حتى أشرك بالله فيقول له أنت أنت يعني أنت الشغل ذات وعملت الليلة فيجيء الرابع فيقول ما زلت بفلان حتى قتل مؤمنا قال فيقول له إبليس أنت أنت فيلبسه التاج صحيح الألبان في صحيح الترغيب والطرهيم يعني أخطر شيطانين عملوا أخطر ذنبين الشيطان الوجع المسلم في الشرك بالله بعد ما كان مسلم أشرك بالله لأنه ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا زي يدعو غير الله البس له هجاب البس له كمون يستغز بالقبة يشل تراب القبر يعتقد أنه بينفع أو بضر أو بجلبه البركة ده الشرك بالله وأمثاله كثيرة الثاني البعدي طوالي قال فلان ده وقعت في جريمة قتل قتل له مؤمن إبليس أقول له أنت 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 الليلة اللي ارتكبت لنا جريمة كبيرة تستحق إنه إبليس لبسك التاج فخرا بك إنك وقعت مؤمن في زنب عظيم زنب القتل إبقى جماعة القتل ده من أخطر ومن أكبر الكبائر العظيمة بل هو من الموبقات والموبقات هي المهلكات كما جاء في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الإشراك بالله والسحر وقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذا الحديث مصداق للآية من سورة الفرقان قال الله سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين الصادقين أصحاب الجنة وأهل رحمة الله سبحانه وتعالى الذين سيرحمهم الله قال عنهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخرا وده الشرك أعظم زم شوف ربنا قرن بعده طوال معاه قتل النفس بغير حق والذين لا يدعون مع الله إلها آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك أي زنب من ديل يلقى أثاما أثاما العلماء زي ما قال عبد الله بن عباس قال هو جزاء الإثم يعني عقوبة هذه الذنوب التي هي من الكبائر بل هي من الموبقات المهلكات وقال غيره كما فيه تفسير البغوي أو غيره قال غيره أثاما أي بئر في جهنم يسيل في هذه البئر ويتجمع فيها ولاحظ البئر دي في داخل نار جهنم مجبير بره ولو بير بره ساي دخلوك جواه دي عذاب شكده الآن بيقول لك من أخطر السجون في العالم في بعض الدول الأفريقية عندهم بير غريقة بس بينزلوك جواه لا برموك من فوق بينزلوك براحة يخد تكتح ويفوت ده من أخطر سجون العالم فما بالك بير في جهنم دي أثاما يلقى أثاما قالوا بير في جهنم وكمان يسيل فيها ويتجمع فيها صديد أهل النار والقيح والصديد والعفانة بتاعت الكفار وناس فرعون وهامان وأبو لهب الصديد بتاعتهم بيجيك جوه إنت جوه البير ذا إذا قتلت مسلم ويلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله بضاعف له العذاب أضعاف وكذلك تكون مهان عندك إهانة وزل وصغار داخل البير وداخل العذاب المضاعف المكرر ده كل لزول القتل نفس إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وأي يزول يلاقي أخوه المسلم مسلم لاقي مسلم بيسلاحه وداري اقتله وكل واحد حرص على قتل التاني ألتنا في نار جهنم احنا ما عيننا إنه فلان في النار أو القبيلة الفلانية في الجنة أو في النار لا دي أحكام عامة قالها الله وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال لي اتنين قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني عرفناه أنه قتل خش النار فما بال المقتول ليه برضي خش النار قال إنه كان حريصا على قتل أخيه وديو الله نصوص رادعة وقاطعة لأي إنسان سولت له نفسه وإن النفس لأمارة بالسوء إنه يكتل أخوه لكنها لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلاح في الفتنة ليه؟ عشان ما زيد الفتنة ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم مش عن قتل المسلم نهى عن قتل الكافر يا أخي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكافر إذا كان معاهدا قال من قتل ذميا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وفي الحديث الآخر قال وإن ريحها ليوجد من مسيرة مئة أو قال خمسمائة عام ده البقتل كافر ذم معاهد طيب البقتل المؤمن متعمد كيف؟ مش كده بس جاء في صحيح البخاري عجب عجاب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن نبيا من الأنبياء خرج بجنوده فنزلوا لعله في بطن وادي فنام النبي تحت ظل شجرة وتوزع جنوده تحت الأشجار في الوادي فجاءت نملة دي بحكيها الرسول عليه الصلاة والسلام القصة دي فجاءت نملة فقرسته قرست النبي ده عليه الصلاة والسلام فأمر بجحر فأمر بمتاعه فأخرجه من تحت الشجرة وأمر بجحر النمل فأحرق بالنار ده نبي كريم كتل نمل 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 ما مسلم بيصلي معاك في الجامع يمينك وشمالك من القبيلة الفلانية بيصلي معاك بيصوم معاك بكرة يتقتلوا يخشان سياسة ولا أشان مناصب ولا أشان قبيلة قبيلة أو جهويات وكلها جاهلية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركون هنا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنيحة الحديث فالنبي ده أمر بجحر النمل فأحرق كل بالنار قال رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله نمل حرق نبي عاتبه الله قال له أنقرصتك نملة واحدة أهلكت أمة من الأمم تسبح الله نمل وده مسلم بيصلي معك في الجامعة عليك الله كتله ليه؟ أو هو كتل منكم ليه؟ أنا ما عندي قضية بالقبيلة دي ولا القبيلة دي أنا موضوعي الآن موضوعي الآن موضوع قتل النفس المسلمة المعصومة المؤمنة التي لا يجوز قتلها إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ما قلتوا بتحبوا النبي أنت ما قلتوا بتحبوا النبي لو بتحب النبي بتسمع كلامه ما بتسمع كلام السياس الفلاني أو رئيس الحزب الشيطان الفلاني أو إبليس العلاني أو الزولة دارعم الفتنة بين القبيلة دي والقبيلة دي وعربوا نوبا ونوبا وعربوا شنو ما عارف بتسمع كلام الرسول حبيبك إذا كان بتحبه شكذا ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إذا إنت فعلا بتحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فلا يحل قتل النفس المسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل أبدا لا نمل نمل ربنا عاتف فيه النبي من الأنبياء فكيف انت لا نبي لا صحابي لا ملك وبتكتل في مسلمين ما نمل مسلمين ما نمل يا جماعة فاتقوا الله في الدماء واتقوا الله في عباد الله سبحانه وتعالى وفي دمائهم وأموالهم وأعراضهم كما نهانا وحذرنا وأوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في خطبته المعلومة المشورة في خطبة الوداع في حجة الوداع خطبة عرفة قال أي يوم هذا قالوا كذا فظنن أنه سيسميه بغير اسمه أي شهر هذا أي بلد هذا إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا النقطة التانية القبليات ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الكلام البندك له ده كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء الربانين أما السياسيين وأصحاب الأحزاب أصحاب الرخيصة الدنيئة السفيهة الهم الدنيا وهم الكراشي دي والمناصب والأموال وما عندها أي هم لو كتلتوا بعض يا ناس الجبائل أو اتطحنتوا أو اتفتستوا في الواطة دي والله ما عندهم بيكم أي هم بس الواحد فيهم يخص صلبه في الكرشي انتوا تموتوا تتدمروا تضبحوا بعض أموالكم تذهب أعراضكم نسائكم حريمكم كلهم يطيروا بس هو يحكم الحزاب الموجودة العلمانية والإلحادية والبسموة بغادي يمينية وغيرها كلها سبب في الباطل ده ده كلام الله يا أخي نحن ما قاد نقول لك كلام حزي بيا أخي ولا نحن بتعني انتخابات ولا نازلين سياسة بننصحك انت لا دايرين من ذول تعريفة حمراء ولا ملين خدراء نحن دايرين منكم تمشوا قدام وتطيعوا ربنا سبحانه وتعالى لأن الدنيا دي ما دائمة انت بتكتوا لأخوك هنا لكن ربنا بقبلك هناك تمشوين عبد الله بن عباس جاءه رجل فيما صحى للباني في صحية الترغيب قال له يا ابن عباس هل نقاتل النفس من توبة قال وأن له التوبة وأن له التوبة ثم قرأ ترجمان القرآن رضي الله عنهما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيمة والأثر صحيح تمشوين من الكلام ده هل في حزي بحلك هل في قبيلة بتحلك ماذا يخوك الكتلت مادة انت حتموت انت حتموت ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت قال ربنا جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فالقبليات يخلوها ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليه ربنا جعل قبائل كثير وشعوب كثيرة ما بيجد قبيلة وحدة الدنيا كلها ولا شعبي واحد ولا كمان لون واحد في أحمر وفي أبيض جو عينك رضيط ولا ما رضيط للناس العنصرين في أصفر وفي بمبي في أي لون ربنا خلقهم كذا وليه خلقهم كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قبض قبضة من جميع تراب الأرض لأن تراب الأرض في رملية بيضة وفي صفراء وفي طينية سودة وفي كيف وألوان من جميع تراب الأرض فخلق منها آدم فجاء بن آدم على قدر ذلك فمنهم الأبيض والأسود وما بين ذلك والأحمر والأبيض وما بين ذلك فالألوان دي ربنا ما خلقها أشان نتفاخر بقبيلتنا أولون وجعلناكم شعوبا وقبائلة لتعارفوا ما شان تتفاخروا لأن التفاخر بالقبيلة أو الألوان أو الحسب أو النسب من أمر الجاهلية وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي موضوع تحت الأقدام ما قبيلتنا لون لا إذا انت افتخرت بقبيلتك ده تحت القدم مش التشريفي ولا عربي ولا أسمر ولا أسود ولا غيره ده كل من أمر الجاهلية وهو تحت قدم الرسول عليه الصلاة والسلام وأي إنسان يفتخر بلونه أو بقبيلته أو يطعم بالمقابل في القبيلة الأخرى وأصحابها بسبب لونهم أو نسبهم ده من أمر الجاهلية التي تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تترك فربنا قال وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا طيب التفضيل بشنه؟ لا بالقبيلة لا باللون لا بغيره إن أكرمكم عند الله أتقاكم وروا أبو داود حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفي رواية قال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء كل الناس لآدم وآدم خلق من تراب إذ تلبي تقول لا أنا أحسن منك دا أو أحسن من الجبيلة الفلانية دا أنا وإنت وهو كلنا لآدم يعني أبونا واحد يا ما بالعقول لو في ناس أبوهم واحد إخوان يعني هم معنات ما بالحسن من الثاني لأنه أبوهم شنو؟ واحد لو سمح سمح لو كعب كعب شوف بلاغت وحجة النبي عليه الصلاة والسلام وقوتها قال كل الناس لآدم دي بتكفي ليرد شبه بتاعت التفاخر بالقبائل والألوان والأحساب والأنساب ثم قال أيضا زيادة في الحجة وقوتها وقال وآدم خلق من تراب العلم قالوا فالذي خلق من تراب فلا يجوز له عقلا أولا قبل أن يكون شرعا أن يفخر بحسبي لأنه أنت من تراب والتراب داتي عزات مفوق ومن تراب ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقرأ الآية وأضاف أيضا في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن من تفتخرون بهم من آبائكم والذي نفسي بيده لهم أهون عند الله من الجعلان التي التي تسوق بأنفها أنتا أو قال العفن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والجعلان بكسر الجين وسكون العين قالوا حشرة لون سوداء وقيل بطن أحمر قالوا دي حشرة ذاته صفات غريبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أباكم هل بيتفتخر بهم هل بيكون من المشركين المقصود قال دا لهو أن عند الله من الجعلان الجعلان دا حشرة متخصصة في الخراء بالدردق الخراء وقالوا بتنشف الجمعج والجحر بتاعه وقالوا إذا أخذتوها في الطيب الريحة السمحة أو الورود الطيبة الرايحة تموت يعني من شدة عفانتها إذا أخذتوها في محر ريحة طيبة بتموت فإذا أخذوه من الرايحة الطيبة إلى الروث حيا من جديد تاني بيقوم من جديد يعني حياته بل عفانة أموته بالطيب والرايحة الزكية الطيبة الرسول قال لكم الآباء البتفتخروا بهم بالذات بيقى مشرك بتاع قبة او بيستغيز بالاولية او بيتبرد بالتراب الرسول قال لك ده لا هو عند الله من الجعلان النقطة التالتة والاخيرة ما هي الاسباب معناته الحلول نتلافى الاسباب دي بس دين نقطتين مع بعض السبب الاول في الحروب الطاحنة القبلية دي اول سبب واكبر سبب فساد العقيدة فساد العقيدة ونحن ما بنقول الناس كلهم مشركين لا في ناس مسلمين هس كسل دي والله فيها ناس كويسين وصالحين لكن فيها ناس هم السبب في الحروب دي لانه ربنا قال اذا فيه شرك ناس بيدعوا القبط وبتبركوا بيها ويتمسحوا باعتابة اذا فيه شرك في مكان ما بيكون فيه امني في المكان ده ربنا قال كده ما كلامنا نعنا ربنا قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك يعني اولئك لهم الامن وهم مهتدون يعني لو فيه شرك ما فيه امن لو فيه شرك ما فيه امن كسلة وانا ما بقول الناس كلهم مشركين والله فيها ناس طيبين وانا اسأل الله كلهم يكونوا طيبين لكن في دعو الشير الكبار هناك ده فيديو من داخل كسلة قبة وطريح الحسن ابو جلابية وده لعلوا رفعينه براهم في اليهتوب عليك الله بس احضر الكلام ده بدون صوت بس احضر الله الصورة الصورة وشو بلحاصش شنو واضحة كده واضحة شو النازل بتمسحه بقبة الحسن ابو جلابية وحدين بيدعوه عديل مقبلين للقبر للضريح ابو خشب بني ده ده الضريح ده القبر بيدعوه يخلوا على الله فكيف بلد يكون فيه امان والله ده السبب الرئيسي في فقدان الامن والامان في اي بلد من البلدان لان ربنا قال الذين امنوا شوف النازل بسوش قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فالناس توحد الله وتعرف انه اصحاب القبى بديل لو بينفعوكم او بضروكم ما كان ماتهم يخلوا ونفحوا نفسهم ما كان ماتهم ولا كان بيمرضوا اولوا مبارح والابتين الياغود ده الصوفي ده الناس قال بمشي عنده يدعالج من اي مرض هو الاول مبارح والابتين مرط وذاته ودو تايلن تايلندا وذاته مرط يعني ابوك الشيخ اللي هو قال بيشفي يشفي؟ ياخي ربنا قال واذا مرضته فهو يشفي الله اللي بيشفي لكنهم ما بيعتقدوا انه ابوك الشيخ هو اللي بيشفي ابوك الشيخ المعتقد فيه بالباطل انه بيشفي لما نيمرض يمشي تايلندا واسبانيا ضي ما ماشي بتاع الجيلة عبدالمحمود اما انت لما انت امرض يقول لك هو عك تمشي المستشفى تجي لابوك الشيخ يبزو يقول لك في نص راسك ممكن يمخيت لك كمان هو لما نيمرض يمشي تايلندا يا ناس ما تعقلوا يبقى دال لا بينفعوا لا بضروا ولا بغيسوا الملهوف ولا بيستجيبوا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس اذا سألت دعيت فاسأل الله واذا تتعنت فاستعم بالله يا سودانين ويا مسلمين لو دارين بلادكم كلها تصلح واحدوا الله اخلوا عبادة القبب والاضرحة والطرق الصوفية دي اكفروا بها كلها اخلوها واحدوا الله الرزق عند الله المطر عند الله الجنة عند الله ما بيش اختريق عنده جنة ما بيش اختريق بنزل المطر ولا عنده رزق ولا بيعلم الغاب دالكلهم كالضابين دعاء الضلال ودجل وشعوزة السبب الثاني القبليات والجهويات ودي عالج النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا ابا ذر اساببت فلانا بامه قال بلى قال نعم قال اعيرته بامه قال نعم قال انك مرؤ فيك جاهلية فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جامل احدا في امر من امور الجاهلية ولا في هذه العصبية الى القبليات او الجهويات ثالثا التعصبات الحزبية والسياسات والجماعات السياسية سواء كان اسلامية زورنا بوهتانا او يسارية وعلمانية وإلحادية برضو بالباطل والبوهتان دي السبب في المشاكل البلدي واي بلد فيه احزاب اشاكد ربنا حذر من الاحزاب كلها يمينية ولا يسارية اسلامية ولا علمانية ربنا قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة يعني احزابا وجماعات لست منهم في شيء يعني ما تخش معاهم واخيرا الانتقام الى ما في النبوس من الاحقاد والحسد والشحناء والبغضاء وقد حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام فقال اياكم والحسد والبغضاء فانها قال دب عليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا اقول حالقة الشعري ولكنها حالقة الدين تحلق الدين بتاعك هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة